اهلا بكم متابعين في حلقة جديدة من سكايب مع معا الحبيب حلقة اليوم نستضيف فيها الناشط المدني زايد العصاد لنتحدث عن تغريدات السيد مقتدى الصدر والاتهامات المتبادلة ما بين التيار الصدري اتباع التيار الصدري والناشطين في الحراك الشعبي في مدينة الناصرية بالتحديد ساحة الحبوب زايد مرحبا بك شكرا لقبول الدعوة اولا اود ان اسمع تعليقك على اخر تغريدة لسيد مقتدى الصدر هو وصف المنتقدين للتيار الصدري او تغريدات سيد مقتدى الصدر بثلة صبيان لا وعي لهم لا ورع هناك قوى شر كما وصفها خارجية تحاول تشويه سمعة الثوار والاصلاح والدين هل هذا صحيح؟ حقيقة باجاز سريع عن التغريدة التغريدة ذهبت لما هو اهم من هذا الامر وهو الاستقطاب الطائفي ومسألة اعادة ترميم البيت الشيعي وهذا ينوم عن افلاس سياسي حقيقة منذ سبعة عشر عام وحتى اليوم هذا ما نفهمه نحن في الحركة الاحتجاجية اما مسألة الاساءة ورمي المتظاهرين والذين يخالفون رأي التيار الصدر وقياداته بهذه الاوصاف هذا ينوم عن افلاس اخر في محاولة ركوب موجة التظاهرات وعدم السيطرة عليها بالنهاية هذا نتيجة وعدم سيطرته على موجة التظاهرات الإشارة إلى الترميم البيت الشيعي ما الذي يقصده؟ كيف فهمتم هذا؟ هل هناك مؤشرات لأنه يريد التحالف مع دولة القانون أو المالكي؟ حقيقة الرجل والتيار الصدر يسعون بشكل كبير لمسألة رأسة الوزراء هذه المسألة لا تتم إلا عبر عادة ترميم البيت الشيعي من جديد هذا الاستقطاب الطائفي هو احدى نتاجات الشرين التي أفرزت الدعاة الوطنية الحقيقية ودعاة الطائفية وهذا ما تجلى بشكل واضح وصريح من خلال التغريدة الأخيرة هو يقول أننا نريد ترميم البيت الشيعي واجتماعات مكثفة أيضاً مع القوى السياسية لكتابة ميثاق شرف ماذا عن مواثيق الشرف التي كتبت في السابق؟ ما الذي فهمتم منها؟ وما الذي تعاولون على ميثاق الشرف؟ يعني أنتم كناشطين كيف تنظرون إلى ميثاق الشرف الذي يتحدث عنه سيد مقتدى الصدر؟ حقيقة ميثاق الشرف لدى البيت الشيعي أو التحالفات الشيعية نفهمها نحن كمسألة اللجان التي تشكل للتحقيق في قضايا القتل والفساد هي مجرد لجان التسويف وغيرها أما هذا الميثاق فهو لا يختلف قيد أملة عن هذه اللجانة كنت أتمنى أنه اليوم يكون موجود بيانا ناشط صدري حتى يكون التوازن بالحوار لكن اليوم رح أخذ أنا الجانب الصدري ورح أسألك بعض الصدريين يتحدثون أن تعرضوا للعنف من قبل المحتجين في الناصرية نتحدث عن ساحة الحبوبي كانوا يحاولون الصلاة في الساحة وتم الاعتداء عليهم بالعصي وأيضا بقنابل مولوتوف وبالأسلحة هل هذا صحيح؟ لا أطلاقا غير صحيح لكن دعنا نناقش الجزئية الأولى مكان الصدريين المحدد في الصلاة هو في منطقة هلعاب الشرقية في الجانب الشرقي لمنطقة الحبوبي نحن تفاجأنا بهذا الزحف والدعوة للصلاة داخل الحبوبي وهذا مستغرم حقيقة هذا ابتداء لكن مع ذلك هذا حقهم في التظاهر والتجمع في أي مكان المشكلة بأننا لم نمنعهم إطلاقا حدثت هتافات لأننا كنا نعلم بأنهم حاملين لأسلحة وهذا ما تثبته الفيديوهات المنشورة هتافات ماذا؟ هتافات استفزازية ربما للجانب الشرقي هتافات تتغنى بحب الوطن كما هم هتفوا كذلك هتافاتهم حزبية وهتافاتنا وطنية وهذا ما موجود بالفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن هلالك استفزاز لكن كانت هتافات من الطرفين خمسة دقائق بعد هذه الهتافات فتحت النيران على المحتجين وهذا ما موجود نحن نتحدث بأذلة ووثائق لكن الجانب الصدري يتحدث أحدهم أبلغني هو مسؤول بالتيار الصدري يقول أننا فقدنا ستة من أعضاء التيار يعني من أتباع التيار بمعنى أصح في ساحة الحبوبية بحسب معلوماتي ومعلوماتي الكثيرة لا يوجد هكذا رقم لكن لنفترض جدلا وجود ستة شهداء من التيار الصدري رغم أني أتحفظ على تأطير الشهداء والقتلى بمسألة جهة معينة لكن لنفترض جدلا بأنهم صدريين القصة يا أستاذ معن نحن نطالب بكشف تحقيق واضح نحن نطالب الدولة هل لم تشكل الدولة لجنة تحقيق؟ هل لم ترسم قاسم العراجي؟ بعثت بخلية أزمة وهذه الخلية لم تتم أعمالها بسبب الضغوطات الصدرية بسبب ضغوطات نواب سائرون وأشياء أخرى حقيقة يعني ما هي الأشياء الأخرى؟ يعني بتهديدات وتحريض على مسألة فتح تحقيق بهذه القضية هم كانوا لا يريدون فتح تحقيق نحن ندعو لفتح التحقيق هم يقولون بأن لدينا ستة شهداء نقول حسناً لماذا لا تأتي لجنة قضائية تحقق بهذا الأمر لتكشف الحق من الباطل نحن مع القانون هم من يرفضون سير القانون يوم أمس مستشار الأمن الوطني سيد عبدالغني الأسدي الفريق عبدالغني الأسدي كان جالساً في أحد المجالس ودخلت عليه مجموعة يعني كانهم من الواضح أنهم عوائل لأتباع تيار الصدري كانوا قد فقدوا أحد الأشخاص وتوعد عبدالغني الأسدي بالانتقام السؤال هو كيف ما ردكم؟ ردت الفعل على أن الدولة تحاول الانتقام ممن قتل وهذاك من يتحدث عن ألصاق التهمة بالمتظاهرين؟ حقيقة شاهدنا المقطع الفيديو الذي انتشر للسيد عبدالغني الأسدي وكلنا أسف وعتب كبير على هذا الرجل الذي كانت له صولات في مقارعة داعش وحرب التحرير من فلول الإرهاب لكننا تفاجئنا بهذا النفس وكأنه حقيقة نفس غير نفس الدولة سياقات لا تمثل سياقات وروح الدولة بصلة نحن نطالب من جهة لجهان تحقيقية للكشف عن ملابسات هذه الحادثة والسيد عبدالغني يقرر من ذاته بدون أي تحقيق بأنه قادم لردع شباب الحبوبي وهذا تحريض علني وكأننا نستنجده بالدولة والدولة تقف مع الميليشياء ضد المحتجين وهذا فيه ظلم وحيف كبير على المتظاهرين حقيقة التيار الصدري يقول لا وجود لتشرين من دون مقتدى الصدر أو من دون دعوات زعيم التيار الصدري ومن دون أتباع سيد مقتدى الصدر تشرين انطلقت قبل أن يدعو لها التيار الصدر ولو استعدنا الذاكرة لواحد تشرين 2019 التيار الصدري كان يرافض لهذه التظاهرات واعلن عدم مسؤوليته عن هذه التظاهرات ودعى أتباعه لعدم الاشتراك فيها وصفها بأنها مشبوهة ومع ذلك خرجت تشرين بآلاف مؤلفة وصلت لحد المليون أو أكثر فكيف لا وجود تشرين دون التيار الصدر أنا هنا أتساءل لكن على الجانب الآخر الصدريون يرون أنهم من بدأوا ثقافة الاحتجاجات خصوصا عام 2011 و2016 أفترض بأنك تتذكر الأستاذ الشهيد هذا المهدي والصديق المغيب جلال الشحماني وكثير من النخب العراقية بدأت احتجاجاتها في نهاية الدورة الأولى لسيد المالكي بالتالي ثقافة الاحتجاج لم يؤسس لها التيار الصدري كان مشترك فيها من بداياتها لكنه أطلاقا لم يؤسس لها لكن دعنا لا ننسى أنه حسب ما أكد زعيم تيار الصدري أنه لا تشكل حكومة من دون موافقته ولا يتم ولا تتم إقالة حكومة من دون أيضا موافقته وبالتالي هو فاعل أساسي في العملية السياسية هم منظمون سياسيا أنتم غير منظمين سياسيا يعني إلى حد الآن لم تخرجوا بكتلة سياسية تمثل ساحات الاحتجاج مشتتين سيد العزيز ليس من واجب ساحات الاحتجاج أن تفرز كتل سياسية هذا دور النخب دور نخب المجتمع أن تفرز كتل سياسية وتنضوي تحتها ثم مسألة أن مقتدى الصدر مسؤول عن تنصيب رؤساء الوزراء وإقالتهم هذا من هذا المنطلق إشكالاتنا على تواجد التيار الصدري بيافطته الحزبية في التظاهرات أنتم جزء كبير من هذه العملية السياسية الفاسدة التي خرجت عليها تشرين بالتالي من غير الممكن أن يقف الفاسد والمصلح في جهة واحدة هذه إشكالاتنا أعود لمسألة التيار الصدري بأنهم منظمين حقيقة لا يعنينا هذا التنظيم بشيء هم موجودين في العملية السياسية خرجنا ضدهم بتظاهرات مطلبية حقوقية وأنت تشاهد اليوم ويشاهد الجميع كمية التهديد والتحريض على حياة الناشطين وعلى حياتهم وعوائلهم وما حصرت في مجزرة الحقوق مؤخرا خير دليل على هذه الأمور التي أتحدث بها الآن بالتالي هكذا شريك من غير الممكن أو هكذا أنصر فاعل في العملية السياسية من غير الممكن أن يكون شريكا الآن ما الذي يريده المتظاهرون نتحدث عن متظاهر الساحات الاحتجاج مع استمرار عمليات الاغتيال وعدم تحرك الحكومة يعني الحكومة إلى حد الآن ربما لم نشهد لها أي محاسبة لأي طرف منذ بداية قتل المتظاهرين عام 2019 وحتى يومنا أنتم الآن كمتظاهرين هل وصلتم إلى قناعة؟ هل وصلتم إلى صورة؟ هل بدأتم بكتابة ربما برنامج للمرحلة المقبلة؟ هل ستستمرون في التظاهر؟ حقيقة توصلنا لرؤية أو شبه إجماع حول وأصلنا دعوة من خلال عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأبلغنا الحكومة بضرورة تبيان ما حصل في مجزرة الحبوبي والكشف عن ملابسات هذه الحادثة بالإضافة لتبيان مسائل الدعاوي الكيدية التي توجه ضد المحتجين في الناصرية والذين يلاحقون إلى هذه اللحظة في الشوارع والأزقة والساحات والبيوت حتى وحدثت حالات اعتداء وملاحقة داخل البيوت هذا من جهة نطالبهم وقد حددنا ذلك بسقف زمني ينتهي يوم الجمعة في الجمعة المقبلة التي أسميناها جمعة الناصرية ماذا لو لم تستجب الحكومة؟ كيف سترد؟ جيد هذا وضعنا له حلة وقلنا بأن الحكومة لم تستجب لهذه المطالب والتي هي مطالب مشروعة مطالب قانونية نحن ندعو القانون لأن يأخذ مسراه هذا ما نريده إن كانت الحكومة عاجزة عن توفير أدنى هذه الشروط فبالتالي نحن غير قادرين على الذهاب نحو عملية انتخابية في ظل عدم توفر جو انتخاب آمن في ظل عدم توفر في ظل هذا السلاح المنفلت عملية انتخابية ماذا؟ زايد 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 خلينا نتكلم بشكل واضح أنتم الآن تدعون ربما لو كانت الأجواء متوفرة لا وجود أن الأمن مستتيب الحالة الاقتصادية مستقرة هل هناك كتلة؟ هل هناك شخصية تثقون بها؟ النخب الذي تحدثت عنهم؟ من هم النخب؟ حقيقة هذا السؤال جدا مهم الذي أقول أنه مسألة توفير الأمن تسبق تشكيل الكيان السياسي توفير الأمن الانتخابي والجو الانتخابي المتمثل بسحب السلاح وفرض سيطرة الدولة يسبق تشكيل الكيان السياسي اليوم يا أستاذ معا لا يمكننا الذهاب نحو أي مشاورات أو ندوات أو تجمعات بظل هذا السلاح المنفلث إذن نحن نطالب بتوفير الأمن قبل أن نذهب للتشكيلات السياسية لدينا هدف عام لدينا مشتركات وأرضية مناسبة ما أن يتحقق الأمن سنلتف حولها وسننضوي تحت كيان السياسي ما رأيكم بحزب المرحلة؟ الآن هناك حزب يلوح في الأفق يعمل عليه مقربون من الكاظمي ما رأيكم به؟ هل ستلجأون؟ لأن هناك حديث سمعت من بعض الشباب النشطين أنهم يريدون إذا لم تتكون لديهم رؤية أو تتبلور شخصية تمثلهم في الساحة فأنهم سيتوجهون أما إلى قائمة العبادي أو ربما سيتوجهون إلى برهم صالح أو الكاظمي هل لديكم قناعة بهذا التوجه؟ أنا حتى لا أتحدث باسم الساحة دعني أتحدث باسم الشخص هنا لأن هذا الموضوع جداً حارج وهذه المشكلة أنتم كل شخص يتحدث برأي الشخصي لا يوجد هناك خطاب موحد أستاذ معنا أنا وصفتها في مرة من المرات بأن الحركة الاهتجاجية وكل متظاهر يمثل رأي والحركة الاهتجاجية بشكل عام هي مجموعة آراء فهل من الممكن قيادة الرأي؟ الرأي لا يقاد بالتالي هذا صر قوة تشرين ونجاحها وزخمها حتى اللحظة هذه كأول ثورة في العراق تحصل بهذا الحجم هو بسبب عدم وجود قيادة واضحة بسبب وجود آراء متنوعة آراء أثرة الحركة الاهتجاجية بالعودة لسؤالك حول حزب المرحلة حقيقة حزب المرحلة الآن هو يشكل الهيئة الاستشارية لرأسة الوزراء حزب المرحلة وقياداته تنصلوا من مسؤولياتهم الأخلاقية قبل الدستورية من المتظاهرين ومن الملاحقات التي تمت بحق المتظاهرين تنصلوا من مسؤولية دفع رئيس الوزراء لمحاسبة من قاموا وتسببوا بالمجازر وآخرها مجزرة الناصرية بالتالي هكذا قيادات لا يعول عليها للآن ولا مستقبلا ولا يمكن أي مرحلة يريدون أن يقودوا أنا حقيقة لا أفهم هم الآن في مركز السلطة ما الذي يحتاجوه ليقودوا البلد هل يحتاجوا المرحلة أخرى ومجازر أخرى أنا لا أفهمه زايد قبل أن أختم معك كنت أخبرتني أنك تعرضت إلى تهديدات خصوصا لك عدة لقات تلفزيونية من من تعرضت؟ حقيقة من جهات معروفة وأنا كتبت من خلال صفحتي الشخصية عن هذا الأمر من هي الجهات؟ تهديدات وتحريضات من جهة التيار الصدري بصفحات مدونيهم وصفحاتهم على الفيسبوك تحريض علني وسيل من الاتهامات والتخوين والتسقيط وحقيقة أستاذ إذا تلاحظ في كل الناشطين المجتمعيين والمدنيين الذين اختلوا تمت معهم هذه القضية ابتداء بتحريض وتهديد ومن ثم اختيال ومن ثم التملص من هذه المسؤولية هم يبدأون بالتحريض علينا ومن ثم نقتل ومن ثم يتنصلون من هذه المسؤوليات ألا تخشى أن يكون مصيرك مصير ناشطين الذين اختلوا أو غيبوا أو تم اختطافهم؟ يعني اليوم حصل حادث اختيالي شهيد مصطفى الجابري الآن ألا تخشى أن يكون مصيرك كمصير الآخر؟ حقيقة الرحمة للشهيد مصطفى الجابري الذي اختيله قبل قليل برصاص الميليشيات التي نتحدث عنها حقيقة تشرير رفع السقف الطموحات أستاذ معني رفع السقف مطالبنا وأمانينا بغد أفضل نحو الهدف الأسماع الذي نريده هدف الأمة العراقية الأمة التي تحتضن أبناؤها جميعا حقيقة أنا شخص وشاب أحب الحياة جدا ولا أريد أن أموت لكني مع ذلك لن أتوانى لحظة واحدة في الوقوف مع الحق ودحض الباطل والوقوف ضده نتمنى لك الموافقية زايد وإن شاء الله الله يحميك شكرا جزيلا زايد العصاد ناشط المدني كنت معنا وشرت أن نمبر